تخيل أن مجرد رقم، رقم واحد فقط، هو الذي يمنحك جسدك، ويحكم وجود الأرض والشمس والكون كله، الرقم لو تغير لنهار كل شيء، هذا الرقم هو سرعة الضوء، هل فكرت يوما أن كل ما تراه حولك هذه الطاولة، هذا الهاتف، حتى جسدك أنت، موجود بفضل شيء واحد، إنه ليس الهواء ولا الماء، ولا حتى الجاذبية، بل هو حد السرعة نعم، سرعة الضوء، لكن ماذا لو كانت سرعة الضوء لا نهائية؟ ماذا لو لم يكن هناك أي حد لسرعة الحركة في الكون؟ ربما تتخيل أن هذا سيكون رائعاً، عالم من الصفر الفوري، عالم بلا قيود، لكنني اليوم سأخبرك بحقيقة صادمة ومفاجئة، لو كانت سرعة الضوء لا نهائية، لما كان هناك وجود لأي كتلة في الكون على الإطلاق، لن تكون هناك نجوم ولا كواكب ولا الضرات، بمعنى آخر، لما كنت أنا موجوداً لأتحدث إليك، ولما كنت أنت موجوداً لتشاهدني، سرعة الضوء ليس بمجرد حد، بل هي الأساس الذي يسمح بوجود كل شيء، ابقوا معنا حتى النهاية لتعرفوا كيف أن هذا الحد هو السبب الحقيقي لوجودنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحباً بكم دعني أخذك في رحلة إلى الماضي، إلى زمن كان فيه سماء الفيزياء لا تزال ملبدة بالغيوم، لقرون طويلة احتار العلماء في فهم طبيعة الضوء، هل هو تيار من الجسيمات الدقيقة التي تنطلق سريعاً، أم أنه موجة تنتشر في الفضاء مثل الموجات على سطح الماء؟ كانت هذه المعضلة تشغل بال أعظم العقول، في أحيان كان يتصرف الضوء كموجة، مثل ما ظهر في تجارب الشق المزدوج، التي أظهرت أن الموجات تتداخل مع بعضها البعض، وفي أحيان أخرى كان يتصرف كالجسيم، كما في التأثير الكهروضوي، حيث يتصادم الضوء مع الإلكترونات ككورات البلياردو، كأن للضوء وجهين يتبادلان حسب من ينظر إليه، لكن في مطلع القرن العشرين أثبت ماكس بلانك ومن بعده آينشتاين أن الضوء ليس هذا ولا ذاك بشكل مطلق، إنه كائن كمي فريد، يجمع بين الخصائص الموجية والجسيمية في آل واحد، إنه أشبه بكائن يتخفى فيزي الموجة غالبا، لكنه يكشف عن وجهه الجسيم عندما تلقي عليه نظرة، هذا الاكتشاف لم يحل اللغزة فحسب، بل فتح بوابة إلى عالم جديد تماما في الفيزياء، وبينما كان العلماء في جدل الموجة مقابل الجسيم، ظهر سؤال آخر أكثر إرباكا، هل يحتاج الضوء إلى وسط ليتحرك فيه؟ وهنا يأتي دور آينشتاين ليقلب كل المفاهيم رأسا على عاقب، قبل آينشتاين كان الفكر السائد يقول أن الموجات بحاجة إلى وسط لتنتشر فيه، فالصوت ينتشر في الهواء، وموجات البحر في الماء، فلماذا لا يحتاج الضوء إلى وسط مماثل؟ افترض العلماء وجود مادة خفية وغير مرئية تملأ الكون كله، وأطلقوا عليها اسم الأثير، كانوا يتخيلون أن هذا الأثير هو البحر الذي يسبح فيه الضوء والجاذبية، ولكن في عام 1905 جاء العبطري ألبرت آينشتاين ليقلب الطاولة برمتها، لقد صدم العالم بنظريته النسبية الخاصة، التي أثبت فيها أن الأثير لا وجود له، أعلن آينشتاين أن الضوء لا يحتاج إلى أي وسط، بل هو كيان مستقل ينتقل في الفراغ بسرعة ثابتة، هذه السرعة التي تبلغ حوالي 300 ألف كيلومتر في الثانية، ليست مجرد سرعة قياسية، بل هي أقصى سرعة ممكنة في الكون، هذه ليست مجرد سرعة، بل هي الحارس الذي يمنع الفوضى، هي الخط الفاصل بين ما هو ممكن وما هو مستحيل في عالمنا، إذن لماذا توجد سرعة قصوى للضوء؟ الجواب لا يكمن في الضوء نفسه، بل في نسيج الكون الخفي الذي يحدد قواعد اللعبة، لفهم لماذا توجد سرعة قصوى، يجب أن ننظر إلى خصائص الفضاء نفسه، يعتمد الضوء على سمحية الفراغ، وعلى نفازية الفراغ، هاتين الخاصيتين قد تبدوان معقدتين، لكن يمكننا تبسيطهما، تخيل أن الفضاء ليس فراغا مطلقا، بل هو نسيج له خصائص معلنة، هذه الخصائص هي التي تقاوم انتشار الموجات الكهرماناتسية بما في ذلك الضوء، إنها مثل مقاومة الماء لحركة السباح، فمهما كان السباح قويا، لن يستطيع أن يسبح بنفس سرعته في الهواء، وبالمثل تضع مقاومة الفضاء حدا لسرعة الضوء، لو كانت هذه المقاومة أقل بكثير، لكان الضوء أسرع، ولو لم تكن موجودة أصلا، لكانت سرعة الضوء لا نهائية، ولكنها موجودة ومقاسة ومحددة، هذه ليست مجرد مقاومة، بل هي إيقاع الكون، إنها ما يمنح الكون شخصيته الفريدة وقوانينه الثابتة، الآن، ماذا لو اختفى هذا الحد فجأة؟ ماذا لو تحرر الضوء من قيوده؟ النتيجة ليست مثيرة فحسب، بل مرعبة حقا، الآن لنفترض للحظة أن هذا الحد غير موجود، ماذا لو كانت سرعة الضوء لا نهائية؟ تخيل عالما، تكون فيه الأخبار من أبعد مجرة تصل إليك فورا، عالما لا توجد فيه ماضل أو حاضر أو مستقبل، بل الآن فقط، هذه الفكرة تبدو مدهشة، أليس كذلك؟ ولكنها في الواقع مرعبة، في عالمنا تحكمنا السببية والمكانية، المكانية، وبالإنجليزية لوكاليتي، هي فكرة أن الأشياء تتأثر فقط بمحيطها المباشر، حدث في مكان ما يؤثر فقط على ما حوله، ثم ينتشر التأثير، أما السببية، وبالإنجليزية كوزاليتي، هي فكرة أن السبب يأتي دائما قبل النتيجة، إذا كانت سرعة الضوء لا نهائية، فإن هذه القوانين ستنهار، حدث في أي نقطة في الكون، يمكن أن يؤثر على كل نقطة أخرى في نفس اللحظة، ستختفي المكانية، ولم يكون هناك معنى للمسافة، والأسوأ من ذلك ستنهار السببية، لم يكون هناك اتفاق على ترتيب الأحداث، ولم يكون هناك فرق بين السبب والنتيجة، سيفقد الكون تاريخه، بالإضافة إلى ذلك، لن نرى الإنزياح الأحمر للضوء القادم من المجرات البعيدة، وهو الدليل الأقوى على توسع الكون، ستبدو سماء الليل نضيئة بالكامل، لأننا سنرى ضوء كل نجم في كل مكان في الكون في نفس اللحظة، لكن الأمر الأكثر كارثية يتعلق بالكتلة والطاقة، وفقاً لمعادلة أينشتين الشهيرة، إي تساوي أم سي تربيع، فإن إي هي الطاقة، وإم هي الكتلة، والسي هي مربع سرعة الضوء، وبإعادة ترتيب المعادلة، فإن الكتلة تساوي الطاقة مقسومة على مربع سرعة الضوء، فإذا كانت سرعة الضوء سي لا نهائية، فإن أي قيمة للطاقة المحدودة ستقسم على رقم لا نهائي، مما يجعل الكتلة أم تساوي سفر، وهذا يعني أن الكون لن يكون قادراً على تكوين أي كتلة على الإطلاق، سيعني ذلك عدم وجود كواكب ولا نجوم ولا حتى أنا ولا أنت، لكن انتظر، هناك شيء أخطر من انهيار الزمن والمسافة، إنه انهيار السببية نفسها، لأن سرعة الضوء ليست مجرد حداً فيزيائياً، بل هي حارس الكون الذي يحمين من الفوضى، في جوهر قوانين الكون ليست سرعة الضوء هي الجوهر، بل السببية التي تحكم ترتيب الأحداث، وتثبت الواقع، فسرعة الضوء هي في الحقيقة سرعة السببية، أي أخصى سرعة يمكن للتأثير أن ينتقل فيها من نقطة إلى أخرى في الكون، ويتحرك الضوء بهذه السرعة لأن جسيمه الأساسي الفوتون لا يملك كتلة سكون، فلا يبطئه شيء في نسيج الزمكان، وكل جسيم لا يملك كتلة، كالجلون حان للقوة الشديدة، يتحرك أيضاً بهذه السرعة، أما الجسيمات التي تمتلك كتلة، كالإلكترون والكوارك، فلا يمكنهما أبداً أن تبلغ سرعة الضوء، لأنها تتفاعل مع مجال هيكز، الذي يمنحها كتلتها، ويقيد سرعتها، هذه السرعة التي تسمح بوجود الزمن، وهي ما يجعل الكون غنياً بالقصص التي تروع عبر ملايين السنين الضوءية، إن فكرة سرعة الضوء المحدودة ليست مجرد قانون فيزيائي، بل هي آية من آيات الحكمة والإتقان التي أودعها الخالق في هذا الكون، إن هذا الحد الثابت والدقيق ليس قيداً على حريتنا، بل هو الحبل المتين الذي يربطنا بواقع متماسك ومنظم، إنه ما يمنح الكون ترتيبه، ويجعل السببية حقيقة لا جدال فيها، ويضمن لكل حدث سبباً ونتيجة، إن هذا الثبات المزهل ليس صدفة، بل هو تجل لقدرة الله وعظمته التي أبدعت كل شيء بقدر معلوم، فلو كانت هذه السرعة صفراً، لكان الكون جامداً وميتاً، ولو كانت لا نهائية، لانهارت كل القوانين وتلاشت الكتلة، ولما كان هناك وجود لأي شيء، لكن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الكون سرعة محددة ودقيقة، لا تزيد ولا تنقص، لتكون بمثابة عامل التحويل الذي يوحد المكان والزمان، ويضمن بقاء الكون على نظامه المتقن، هذا التوازن العظيم من أدق الجزئات إلى أوسع المجرات، هو دليل واضح على أن الكون لم يخلق عبثاً، بل بحكمة إلهية بالغة، إن في هذا الحد الثابت، الذي يضمن لنا السببية والوقت والمسافة، رسالة واضحة لكل عقل نتفكر، بأن وراء هذا النظام البدية، قوة خالقة، قادرة ومدبرة، هذا الثابت هو ما يجعل الحياة ممكنة، والكون كما نعرفه متماسكاً، وهو خير برهان على قدرة الله في الخلق والإيجاد. شكراً لمتابعتكم، وإذا أعجبتكم الحلقة، فلا تنسوا الضعط على زر الإعجاب، والاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا في التعليقات، ما أكثر شيء أدهشكم في مفهوم سرعة الضوء، وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.